التوضيح البياني لدور السياسة المالية والنقدية في معالجة التضخم با دور السياسة النقدية الانكماشية في معالجة التضخم يتطلب مكافحة التضخم باستخدام السياسة النقدية الانكماشية تخفيض عرض النقود من خلال زيادة نسبة الاحتياط القانوني بيع السندات الحكومية أو كل تلك الإجراءات نبدأ عند تخفيض عرض النقود من خلال تلك الإجراءات السابقة فإن تخفيض عرض النقود من الـ MS0 إلى الـ MS1 يؤدي ذلك إلى رفع سعر الفائدة من الـ I0 إلى الـ I1 نلاحظ هنا انتقال دلة عرض النقود من الـ MS0 إلى الـ MS1 وبالتالي نلاحظ نقاط التوازن أنها تغيرت بين منحنة الطلب MD مع منحنة العرض MS0 من النقطة A إلى النقطة B وبالتالي انخفاض نقاط التوازن أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة من الـ I0 إلى الـ I1 ارتفاع سعر الفائدة من الـ I0 إلى الـ I1 يؤثر على قطاع الاستثمار وبالتالي انخفاض الاستثمار من الـ I0 إلى الـ I1 نلاحظ انخفاض الاستثمار من النقطة A إلى النقطة B وبالتالي انخفاض الاستثمار من الـ I0 إلى الـ I1 انخفاض الاستثمار يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي لأن الاستثمار أحد مكونات دلة الطلب الكلي وبالتالي انخفض الاستثمار من I0 إلى I1 أدى إلى انخفاض دالة الطلب الكل من Aggregate Demand 0 إلى Aggregate Demand 1 وبالتالي فإن نقاط التوازن تنخفض إلى أسفر من A إلى B بين دالة الطلب ودالة العرض مما يؤدي إلى انخفاض الدخل التوازن من I0 إلى I1 إذن نلخص الرسمة مرة أخرى تلك الإجراءات التي ذكرناها سابقا تؤدي إلى انخفاض عرض النقود من M0 إلى M1 كما نلاحظ في الشكل A مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة من I0 إلى I1 وبالتالي ارتفاع سعر الفائدة من I0 إلى I1 يؤدي إلى انخفاض الاستثمار من I0 إلى I1 وعليه انخفاض الاستثمار يؤدي إلى انخفاض دالة الطلب الكل إلى أسفر من Aggregate Demand 0 إلى Aggregate Demand 1 وبالتالي انخفاض الدخل التوازني من Y0 إلى Y1 ترجمة نانسي قنقر